موسيقى لعبت يونيتي وكان فيه حاجات مش فاهمها او مش عارف السبب وجودها فيه كذا حاجة حصلت في أساسنز كريد يونيتي محتاجة تتفهم فاركز معي زي مثلا الهيليكس العصر الحديث التايم اي نومالي خطة باشوب الموظف يونيتي الساج السولدوف ايدن الكتاب نبدأ بالانيميس او الاصدار الجديد منها اللي اسمه الهيليكس الهيليكس برنامج مطور من ابسترجو وبيسمح انكتشوف ذكرية الأجداد بدون عينات الدم الاصدار ده جديد واحدث من اصدار اوماجا الموجود في بلاك فلاج نبدأ بالكسة في بداية اللعبة حيحصل هجوم اساسنز حيهجوموا على التيمبلارز على جراد ماستر اللي اسمه جاكس دومولاي الهجوم كان عشان حاجة واحدة بس الكتاب وزي ما شفتوا في اللعبة ان الشخص التيمبلار ده هيخب الكتاب والسولدوف ايدن في مكان وبعدها حيتقتل من اساسن اسمه توماس اللي لازم تعرفه ان الاساسن توماس جاي عشان الكتاب مش عشان حاجة تانية يا طرق هيل في الكتاب للأسف محدش عارف بس انا عارف في بداية اللعبة ابو ارنو حيتقتل ارنو ساعتها كان صغير عمره 8 سنين وواحد من التيمبلارز لتباته جراند ماستر حيربيه اسمه ديلاسير وبنته تبقى إليز اللي ارنو حيحبقها بعد كده هتحصل مؤامرة عشان التيمبلارز يقتله ديلاسير وساعتها ارنو اللي حيلبسها هيدخل السجن وهناك هيتعرف على واحد اسمه بيليك وكان يعرف ابوه حيقوله ان ابوك كان اساسن هيتصحبه على بعض لغاية ما يبقوا حبايب بعد كذا سنة وبالتحديد بداية الثورة الفرنسية هيحصل هجوم على السجون مش بتفكركم بحاجة هم معلنا ارنو وصحبه الاساسن اللي اسمه بيليك هيهربوا من السجن وارنو بعدها حينضم مع الاساسنز وحيبدأ الانتقام وحقيقة الكل اللي كانوا السبب في موت الشخص الرباء اللي اسمه ديلاسير وحيكتشف سبب المؤامرة كلها واللي حتطلع كالتالي ان كذا واحد شارك في قتله السج اللي اسمه جيرمان واللي هو وصنع الآلة لقتل ديلاسير وكذا واحد من اصحاب السلطة وكل ده عشان اخد قرارات ما عجبتش الناس وكمان طرد جيرمان من التنظيم فطبعا جيرمان محبش ده فخطط وتكتك وجمع فريق وخططه لقتله كل ده عشان السلطة وانه سطر على باريس ارنو حيات الواحد ورا واحد لحد ما حيعرف مؤامرة عشان موته بنت ديلاسير اللي اسمها إليز إليز هتعرض هدم السلام بينها وبين الاساسن عشان محدش من الاساسن يتعرض لها بيليك الهرب مع ارنو في السجن محبش الكلام ده وحاس انها ياخدها عملها التيمبلرز فقتل معلم الاساسن ماربو قتل عن طريق حطله السم في الواين بتاعه السم اللي حطه ده السم بيستخدمه كل التيمبلرز وحط السم ده بالذات عشان ينسب الجريمة كلها لإليز ارنو اكتشف الخدع دي ومش وراه لحد ما وصل لمكان بيليك هيحربوا بعض وارنو هيقتله احداث كتيرة هتحصل اهمها الانقلاب على الملك لويس جيرمان هيعمل السورة الفرنسية وحيخلي الناس تكره الملك وكمان هيطلبوا باعدامه وكل ده عشان جاكس دومولاي اللي الملك حرقه في اول اللعبة فجيرمان هينتهب من الملك بسبب حرقه لدومولاي وعلى فكرة جاكس دومولاي ده من السيج برده احداث كتيرة هتحصل ارنو حيث اللي كانوا السبب في مود لسير واحد ورد تاني الاحداث اللي هتحصل بعد كده ارنو هيقابل جيرمان في المعبد ونفس المعبد اللي كان موجود في اول اللعبة لما الاساسينز هجموا على التيمبلرز ارنو هتشوف ان جيرمان معاه سيف خارج والهو السولد في ايدين اللي صنعه الحضارة الاولى وطبعا السيف ده ظهر في اول اللعبة اثناء الهجوم اللي حصل فالشخص التيمبلر ده هيخبز سولده في ايدين والكتاب في فولت سره وبعد 400 سنة جيرمان هيلاقي الفولت السر ده وهيلاقي فيه الكتاب لما ارنو هيقابل جيرمان في المعبد ارنو هيقابل جيرمان وحياخد السيف والكتاب هيفضل مكانه العاصل الحديث بقى بنلعب بشخص اسمه روبرت فريزر اللي الناس مش عارفاه واللي تعتبر الصدمة الكبيرة ان اساسا ذكريات ارنو دوريان ما كانتش هي المطلوبة في يونيتي في بداية اللعبة لما حيطلع لك نظام الهيليكس هتحدد انهي ذكريات طبعا ما كانش فيه غير اول اختيار واللي هو جاكس دومولاي لما حتختارها هنكون بنتفرج على ذكريات واحد تيمبلر هي دي بقى الذكريات اللي المفروض كنا نتفرج عليها طول اللعبة ذكريات واحد تيمبلر اسمه جاكس دومولاي لكن اللي حصل بقى بيشوب كلمت الموظف الاسمه روبرت فريزر وقالت له هتتبع ذكريات واحد من الاساسين اسمه ارنو دوريان فده خلانا ننسيه بذكريات جاكس دومولاي ونركز بذكريات الاساسين ارنو نتابع الاحداث بيشوب واحدة من الاساسين هتكلم واحد مش معروف شكله ولكن اسمه روبرت فريزر وعلى فكرة فيا بسترجو البنت اللي مسؤولة عن روبرت فريزر هي نفس البنت اللي كانت موجودة في بلاك فلاج هي نفس البنت اللي كانت مسؤولة عن الموظف في بلاك فلاج اللي انا قلت انو ديزمونت مايلز فده معناها انهم في نفس المكان في مونتريال اللي ظهر في بلاك فلاج العصر الحديث والطريقة اللي بيشوب كلمت فيها الروبرت فريزر هي نفس طريقة جون في بلاك فلاج لما جون تكلم الموظف بس المرة دي فرقت انها بقت صوت وصورة لو ما شفتش الفيديو واللي بقول فيه ان الموظف بلاك فلاج هو ديزمونت مايلز ياريت تبقى تتفرج عليه حتلاقي الرابط في الديسكريبشن تحت الفيديو لما بيشوب كلمة الموظف روبرت فريزر قالت له احنا محتاجين مساعدتك قالت له ابا السيرجو بتستغلك والاساسينز محتاجينك واديته تصريح بانه يتفرج على ذكريات ارنو دوريان طبعا المرات دي الانيمس مش محتاجة عينات دم عشان تحمل ذكريات الشخص المطلوب وبرضه ما تنسوش لما بيشوب قالت احنا قدنا نسيطر على مخزن فيه كل الذكريات الغير متسلسلة يعني لمحد شافها قبل كده وجبنا الزاكرة دي فده معناه ان الزاكرة جازة وهي قدته تصريح بانه يشوفها وقلت انا قبل كده في فيديو قديم ان الزاكرة دي بتاعت سبجك سكستين كلي وبرضه ياريت تتفرج على الفيديو ده باسم سبب ظهور الرسومات في يونتي هتلاقي الرابط تحت الفيديو في الديسكريبشن وبعد كده قلت له في فترة من حياة ارنو قدر انه يقابل السيج فاحنا عايزين نعرف مكان جسد السيج السؤال بقى ليه التيمبلارز محتاجين السيجز كلهم عشان هياخدوا منهم دين ايه وعن طريح هيقدروا يشوف مماكن كل البيسيز في ايدن طب ليه الاساسينز محتاجين جسد جيرمان لكذا سبب اول سبب عشان الاساسينز يتأكدوا ان جيرمان مات وان بسرجو مش هتعف توصلوا السبب الثاني عشان الاساسينز اللي يوصلوا للبيسيز في ايدن الاول وبرضو بايشو بقالت احنا قتلنا كذا واحد من السيج بس بسرجو هتفضل تبحث عنهم فالاساسينز بيحاولوا يخفي كل السيج عشان الاساسينز اللي يجيبوا البيسيز في ايدن الاول وده طبعا هيسهل على الاساسينز لانهم اخدوا كل الذكريات الموجودة في المخازن والسبب الثالث عشان يعرفوا مكان الكتاب يا ترك كتاب ده في ايه الكتاب ده عبارة عن مخططات الكتاب ده اللي كتبه السيج جاكس دومولي والكتاب ده كاتب فيه تفاصيل ما بعفته عن الحضارة الاولى وكمان كاتب افكاره الشخصية عن نظام التيمبلرز وكمان كان كاتب خططه السورة الفرنسية قتل دلاثير والملك لويس وكل ده عشان ينزعوا نظام الفرنسي والتيمبلرز اللي يسيطروا فكل اللي عامله جيرمان ده كان مكتوب في الكتاب ودي كانت خطة جاكس دومولي بس جاكس دومولي حيتحرق والخضط دي اللي حينفزها السيج اللي جاه بعده اللي هو جيرمان ايه هو التايم انومولي اللي كل شوية بيحصل التايم انومولي عامدينه عشان يهربوا من هجمات اباسترجو على الهيليكس اباسترجو بتعمل هجمات عشان يختاركوا روبرت فريزر فاحنا بنهرب ارنو لزمن تاني لحد من الهجمات دي ما تخلص فيه سؤال انا عرف طبعا محدش حيسألهوني بس معلومة لازم تعرفها ليه اباسترجو بتتفرج على زكريات جاكس دومولي وازاي قدروا يشوفوها بسبب الكتاب اللي خباه في الفولت فاباسترجو عايزة تعرف مكان الكتاب ده وبيداروا يشوفوا زكرياته بسبب السيج جون اللي كان موجود في بلاك فلاج فهم اخدوا دين ايه بتاعه وعن طريقها قدروا يشوفوا زكريات جاكس دومولي السؤال الاخير ازاي السولدوف ايدين وصل ليد ارنو فيه تفاصيل لازم تعرفوه عن السولدوف ايدين اللي لعب يونتي طبعا عارف ان قرنو هياخد السولدوف ايدين بس قبل كل الكلام ده السيف كان مع واحد اسمه توماس الاساسين اللي هيزار في بداية يونتي الشخص التيمبلر ده هيحارب توماس و هياخد منه السيف هيدخل المعبد و هيخب السيف جوه بعد كده السيف هيتاخد اللي هياخده واحدة بنت اسمها جون ديارك والدكتور وولين فيدك يبقى من اجدادها جون ديارك اخدت السيف في 1412 وكانت بتقول انها مبعوطة من الاله عشان تحضر فرنسا من ايد الانجليز وهتوحد الجيش الفرنسي عن طريق السولدوف ايدين في حرب الموقعة عام التيمبلرز هيحرضوا على قتل جون ديارك وطلعوا عليها اشعة انها سحرة وجزاء السحرة هو الحرق فالتيمبلرز حرقوها عشان ياخدوا منها السولدوف ايدين بعد كده السولدوف ايدين رح لليابان وبعدها رجعتان للفرنسا فحيلاقيه جيرمان واخده ارنو هيحارب جيرمان و هيقتله و هياخد منه السولدوف ايدين وفي كده تكون انتهت قصة Assassin's Creed Unity لو عندكم مسئلة ياريت تحطوها تحت في الكومنتس بس ياريت تبقى الكومنتس بتاعت اليوتيوب عشان عرف اشوفها وارد عليها وما تنسوش تفتحوا الرابط الموجودة تحت الفيديو في الدسكريبشن هتلاقيوا حاجات كتير عن Assassin's Creed وحتفتكم جدا شكرا على المشاهدة واتمنى انكم تزوروا صفحيتها على الفيسبوك facebook.com slash nevermind hd كان معكم احمد سوري see you next time اشتركوا في القناة